بسم الله الرحمن الرحيم قبل أن يقرأ القرآن سواء كان في الصلاة وفي خارج الصلاة يستعيد يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لماذا لماذا نستعيد الآن أنت تقرأ القرآن صحيح تستعيد عند الشيء المحرم قد يقال هذا فلماذا نستعيد الآن أنت تقرأ القرآن لماذا الله يفتح عليك لأن الشيطان لا يريد مننا أن نتدبر القرآن فلا بد أن تستعيد منه أفهم أصلاً الشيطان ما يأتي إلا في المساجد أماكن الطاعات لكن عند هؤلاء ما يأتيهم الشيطان لأنهم شياطين أصلاً جاء رجل إلى أحد الصحابة رضاً عليه فقال له ما بال اليهود والنصارى لا تأتيهم وساوس في عباداته ما عندهم وسوسة أبداً نحن عندنا وساوس عندنا شكالات ما يصنع الشيطان بالقلب الخرب ما يصنع الشيطان بالقلب الخرب ما يصنع الشيطان بالقلب الخرب يصنع الشيطان بالقلب الخرب وعمالك لأنها عامرة يريد خرب عليك الشيطان مفهوم؟ نعم أعود يعني ألتج وأعتصم بالله نعم أعود يعني أسنع الشيطان بالقلب الخرب الرجيم أين المرجوم المطرود من رحمة الله أعود يعني أسنع الشيطان بالقلب الخرب أو الرجيم لأنه يرجم بني آدم من طريقين من طريق الشبهات والشهوات أو الرجيم لأنه يرجم بني آدم نعم لأنه يرجم بني آدم من طريق الشيطان بني آدم من طريق الشيطان الشهوات سغائر وكفاهر وشبهات بدا وشيرك آدم من طريق الشيطان بني آدم من طريق الشيطان نعم ثم تبسمك تقول بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم نعم بسم الله أي أفتتح القراءة بذكر اسم الله سبحانه وتعالى وتشرب بسم الله وتأكل بسم الله يعني تفتتح سواء القراءة أو البعام أو الشراب نعم لأن كل شيء يذكر على اسم راتح الفي البركة نعم كل شيء يبدأ بسم الله الرحيم الله أي المعبود محبت و تعظيم نعم اللح الرحيم يعني بين الخوف والرجاء الله سبحانه وتعالى wird angebetet zwischen Angst und Furcht vor ihm und zwischen Hoffnung und Liebe an seine Barmherzigkeit نعم طيب الرحمن الرحيم يعني الرحمن ذو الرحمن العام بكل المخلوقات حتى بالكامرين والرحيم ذو الرحمن خاصة بالمؤمنين نعم الرحمن bedeutet seine allgemeine Barmherzigkeit تخلك بجانبه هذا يعني احتاج إلى مساعدة ساعد نعم الرحمن بلوطة di algemeine Barmherzigkeit di jeder mench von Allah subhanahu wa ta'ala نفسح لهم قليلا ونخلل زيس مسلم وداريس مسلم خلان وضغوط فلسس أرحمن طيب هذا ما تعلق بالبسمة والاستعال الآن الفاتحة لماذا بماذا تسمى نعم الفاتحة بالشنام تسمى تسمى سورة الفاتحة بماذا بالفاتحة لماذا لأننا نفتتح بها الصلاة وافتتح بها المصحف نعم وتسمى بماذا تسمى قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم وما يدريك عنها رقية نعم وتسمى أيضا بأم الكتاب تسمى أم الكتاب نعم نعم تسمى أم الكتاب لأن كل ما في القرآن موجود في سورة الفاتحة ولذلك كانت أم القرآن أم الكتاب وتسمى بالسبع المثاني لأنها من سبع آيات البسمة ليست من الفاتحة نعم تسمى تسمى المترجم لأن كل ما في القرآن في سورة الفاتحة طيب الحمد لله الحمد يعني كل المحمد لله أو أن الحمد هو ذكر المحمود بجميل الصفات على وجه المحبة والتعظيم يعني خوض ورجاء كذلك نعم نعم أيضا أيضا من erfلط هذه المحبة مع المحمد مع المحبة ومتحص لك ومتحص لك وعلى الله الضحمد لله الحمد لله إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله سبحانه وتعالى حمدني عبد نعم وإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي نعم ما لك يوم الدين قال مجدني عبدي قال الله سبحانه وتعالى الذي له المجد والعظم قال مالك يوم الدين قال الله سبحانه وتعالى ما يبين هات مش غيرد ودا هو خيست مالك ومالك يوم الدين فالله سبحانه وتعالى مالك ومالك نعم الله سبحانه وتعالى هو خيست ومالك 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 لقد يكون عندنا مالك لكن لا مالك شيء وقد يكون إنسان لديه الشياء يمتلك ولكنه ليس بمالك قد يأخذ المالك من أموال هذا طلما نعم فالله مالك ومالك يوم الدين يوم الدين أي يوم الجزاء والحساب فالله سبحانه وتعالى لا يملك هذا اليوم فقط كل الأيام لله ولماذا خص هذا اليوم بالذكر مالك يوم الدين للجزاء والحساب فهذه الدنيا در عمل والآخرة در جزاء مالك يوم الدين أي يوم الجزاء والحساب ثم بعد هذا يقول إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي هذا بين الله وبين العبد الأول ثناء على الله وحمد العبد وآثناء علي العبد هذا قسم الأول الآن في القسم الثاني في الفاتحة نعم يجمع بين العبادة العمل وبين أن الله كتب مقادر كل شيء سبحانه وتعالى مفهوم؟ أي نعم تجمع سيرك إلى الله بين أن الله كتب من خلق عاملون وعلم سبحانه وتعالى ومع هذا تعمل صحيح؟ نعم ثم الآن قال هذا بيني وبين عبدي مَغْضُبْ عَلَيْهِمْ وَظَالِينَ وَأَهَلَى السِّرَاطِ الْمُسْتَقِيمَ سَوَا يَجْعَلْنُوا يَاكُمْ مِنْهُمْ وَوَصَفْ هَذَا السِّرَاطِ أي الطريق بأنه مُهَيَّ مُتَّسِحْ وَمُسْتَقِيمَ وَأَقْرَبَ الطرق دائمًا وَالطَرِيقَ الْمُسْتَقِيمَ Allah hat diesen Pfad als vorbereitet und geraden und auch bereit beschrieben سراط من سراط الذين أَنْعَمَ اللَّهَ عَلَيْهِمْ سَوَا جَعَلْنُوا يَكُمْ مِنْهُمْ من النابين نعم وَالصَّدِّيقِينَ بفعل الطاعة واشتناب المُحَرَمَات وَالصَّدِّيقِينَ وَالصَّدِّيقِينَ إذن إلى هنا انتهت السبعات الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعيم اهدنا الصراط المستقيم الصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين هذه السبعات التأمين ليس من الفاتحة والتأمين معنا اللهم استجب نعم بسيحة حيث هاً من الفاتحة ومالفاتحة الضالين ومالفاتحة لا يوجد ليس من الفاتحة ولكن من الفاتحة فهو الله أهدنا وقال نعم صفحة هذه الفاتحة فيها قُلْنَا كُلْ مَا يُوجد في القرآن تَجدُ لَا بُدْ مَذْكُرْهُنَا وَلَو إِشَّارة من الفاتحة لن نعبد من القرآن أنواع التوحيد الثلاثة نعم وفيها أفضل الدعاء أين أفضل الدعاء في الفاتحة؟ أهدنا الصلاة المستقيم نعم التحذير من الشرك ومن الفرق الضالة أنواع التوحيد الثلاثة ومن الفاتحة ومن الفاتحة ومن الفاتحة ومن الفاتحة أين؟ نعم هجل السراط المستقيم سراط الذي صحيح؟ نعم أيضاً فيه فضل الصحابة سراط نعم وفيه الإشارة إلى خلافة الصديق رضي الله عنه لن نافضل الصحابة نعم وفيه أركان الإسلام وأركان الإيمان والإحسان كل ما في القرآن موجود في هذه السورة والجنة والنار والجزاء والحساب صحيح؟ نعم أي نعم نعم طبعاً وفيها كل ما يكون في القرآن ولو إشاء توحيد فيها توحيد وقصص وأحكام نعم وأركان الإسلام والإيمان والإحسان نعم وفيها أيضا قلنا التحديد من الفرق الضالة وفيها أن العبد لا بدن يشفع بين ما كتب من أجل والإسخة والشاقية والسعيد وبين العبد نعم وفيها الأخلاس والعبادة لله فيها الأخلاس والمتابع لحدي النبي عليه الصلاة والسلام نعم نعم وفيها الأخلاس والمتابع لحدي النبي عليه الصلاة والسعيد وفيها الأخلاس والمتابع لحدي النبي عليه الصلاة والسعيد وفيها الأخلاس والمتابع لحدي النبي عليه الصلاة والمتابع لحدي النبي عليه الصلاة والسعيد نعم نعم أو نضيف هذا الطريق إلى من يسير فيه نعم نعم وفيها بيان شعد فضل الله سبحانه وتعالى وأن العبد إذا وفق الله سبحانه وتعالى للطاعة فهذا من توفيق الله الذي أنعم الله عليه نعم وفيها بيان خطر من ظل من علمائنا صلى الله عليه وسلم يعني تحذير من العلم دون العمل أو العمل بلا علم والتحذير من الفرق الضال ومن البدع والشركيات وفيها أن الذين غضب الله عليهم أشد من الذين ظلوا لنبدأ بهم الله أعلم هذا هذا الشيء المهم من هذه السورة المباركة نعم متى تقرأ في كل ركع وإذا لم يقرأ الإنسان أسمحت صلاة باطلة إلا إذا أدرك الإمام راكع يكبره ركع تحسب له ركع يكبره ركع يكبره ركع يكبره ركع وإذا لم يقرأ هذا الشيء المهم إذا أدركنا لن نتعلم هذه السورة نتعلم رأتها نحفظها ونعلم معناها ونستعين بالله سبحانه وتعالى على العمل بما فيها وندعو إليها نعم أعطل 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 ويقوم بحيث أن تتعلم ويقوم بحيث أنت هل تفعل؟ هل تفعل ذلك؟ نعم أي سورة أيضاً دائماً نقرأ من يعرف؟ سورة الكافة يوم الجمعة نعم لماذا نقرأ هذه السورة في كل أسبوع في كل جمعة؟ فيها التحذير من الفتن لماذا نقرأ هذه السورة في كل جميع الأسبوع؟ لأن هناك تفعل من الفتنة المال الفتنة المال الفتنة الدنيا الفتنة العلم الفتنة الولدين الفتنة الولدين الفتنة الولدين الفتنة المال الفتنة الولدين الفتنة الولدين في يوم الجمعة عندما تقرأ سورة الكاف تتذكر أنك في هذه الدنيا لا بد أن تكون في كاف يعني بعيد عن الفتنة مو في كهف يعني في كهف يعني في كهف عن الفتن نعم نعم أي سور نقرأ أيضا آية الكرسي لأن فيها ذكر الكرسي وهو موضع قدمين الله سبحانه وتعالى لا نعلم كيفية هذا الكرسي نعم فضل هذه الآية ما هو فضل هذه الآية ومتى تقرأ نعم على الأول على أش الأولاد والنولاد رقية وأن تركوه سبحان الله هو تركك أول تتكلم خليه تكلم نعم أن من قرأها في ليلة لم يزل عليه من الله حافظا ولا أقرب الشيطان حتى يصبح اسبر لتفكر صلى الله عليه وسلم والله لا يمكن أن يتخلف نعم فلعل هذا عنده مانع شرك أو نقص في الاعتماد على الله قراءة الفاتحة على المرضى شفاء أم لا قد تقرأ على مريض ولا يبرأ هل الخلل في الفاتحة خلل فيك أو في المريض نعم الفاتحة هي أيضا عندما يكون أجبار الصلوات المفروضة تقرأة الكرسي غيرها من السور ليست السور التي نقرأها في اليوم والليلة الأخلاص والمعارضة حولها يا رجل هذا عنده رسال وعنده نعم الشر سورة الإخلاص سورة الإخلاص نعم لماذا سميت بهذا الاسم سورة إخلاص نعم أنا أقول لك سورة الإخلاص سميت بهذا الاسم لأنها أخلصت في وصف الله لا يوجد فيها أحكام ولا قصص فيها توحيد فقط لأن هذه سورة الإخلاص سميت سورة الإخلاص لأنها تخلص من يقرأ بإذن الله من السورة إذا واسوس لك الشيطان في ذات الله من العلاج تقرأ سورة الإخلاص تخلصك بإذن الله من هذه الاسم واسوس الشيطان نعم ماذا تقرأ؟ أدبار السلوات المفروضة مع المعوذتين وتقرأ في الوجر وتقرأ في ركعة الفجر قل يا الكافرون بعد الفاتحة في الأولى وقل هو الله حد سورة الإخلاص بعد الفاتحة في الثانية وفي ركعتين الطواف لماذا تقرأها وتقرأها في سنة المغرب تقرأها في أول النهار وتقرأها في أول الليل صح؟ مع قل يا الكافرون سورة الإخلاص لأن أقول يا الكافرون توحيد الألوهية وقل هو الله أحد توحيد الرضوه أسماء الصفات نعم والمعوذتين قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس الفلق والناس أدبار السلوات المفروضة طيب ذكرنا فيما تقدم أنا لابد لنا من الرجوع إلى تفسير القرآن نعم قلنا أنه ترجع إلى تفسير مختصر وهذا موجود سهل جدا حتى ناطق يعني صوتي موجود تفسير الشيخ عبد الرحمن بن نصر بن سعدي تنزل في الجوال تنزل الفاتحة وقصر السور من الظحة للناس نعم وتستمع دائما وانت ذاهب وانت راجع الحمد لله نفو نعم ترجمة نانسي قنقر نعم ترجمة نانسي قنقر نعم شكرا شكرا